لكن بالتحديد فيما أتعلق بالنشاط الرياضي في مصر وأنا فيه بيان مهمة جداً وزارة الشباب والرياضة عايز أتكلم فيه مع حضراتكم وأعرضه على حضراتكم كمان وده كان منذ قليل بخصوص النشاط الرياضي في مصر وإن ما فيش أي نية لإلغاء أو تعطيل إلا نشاط الرياضي في بلدنا مصر ده طبعاً كان بيان من وزارة الشباب والرياضة والكلام في اتجاه إيه؟ إن إحنا ما عندناش يا جماعة مشكلة النشاط ماشي بشكل طبيعي جداً للجماهير طبعاً قرار مجلس الوزراء أي أمور قد تؤتي بالسلب بخصوص فيروس كورونا وإن إلا قدر الله تخلي المرض ده متفشي في مصر حيتم تجنبها لكن في نفس الحال أو في نفس الاتجاه هيكون فيه أنشطة في مصر ماشية بشكل طبيعي جداً النشاط الرياضي في مصر ماشي بشكل طبيعي في مطالف الألعاب بالشكل كامل ده بيان وزارة الشباب والرياضة وتأكيد يعني قالوا إيه؟ قالوا حنفضل ماشيين في الجزئية دي متابعات لحظة بلحظة وفقاً المعطيات الواقع وتطورات الموقف مع عادة تقييم الوضع بشكل دائم يعني قالوا أنه هيكون فيه دق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا الوزارة أعلنت أنه يجري حالياً تعمل مع السلمان النشاط الرياضي حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضي ككل يعني أكد الوزارة كمان أنه ليس هناك ما يضعو حتى الآن لإصدار قرارات بواقف النشاط الرياضي خاصة في دوق الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتى قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس والبيان كمان أفاد أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أي تجمعات أو كسفات جماهرية لأي نشطة شبابية أو رياضية وليس هناك أي قرارات حاليا لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر فبالتالي الأمور ماشية بشكل طبيعي جدا في الرياضة المصرية في ناس بتحاول كده بصراحة يعني يتكلموا في إيه يستغلوا النقطة دي ويقولك لا إحنا نلغي الدوري بقى هم مش عايزين يلغوا الدوري عشان يعني حفاظا على الناس أو عشان نتجنب تفشي فيروس كورونا هو طبعا ده الأهم أن نحاول نتجنب تفشي الفيروس لكن في نفس الوقت نواياهم واضحة جدا أن هم عايزين يلغوا الدوري عشان تمانياتهم هم إيه يعني فالكلام ده بصراحة غريب شوائي مش هنعلق عليه كتير مش هندي لحد حجم أكبر من حجمه في الجزئية دي في الحقيقة